مجيب السائلين حملت ذنبي وصرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك هكذا أخلاق المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنواصل دراسة كتاب تذكرة السامع والمتكلم ونحن مع أدب الطالب وأدب الطالب مع درسه وقراءته وأدب الطالب مع الكتب كنا في الحلقات الماضية نتكلم عن أدب الطالب في درسه وقراءته بعض طلبة العلم الكرام يأخذ الكتاب اللي الشيخ بيشرح منه وبعدين يحضر الدرس وهو فاتح الكتاب على الأرض حطت الكتاب كده مفتوح على الأرض وإذا أقيمت الصلاة أو كذا يقفل الكتاب ومحطوط كده جنب عمود أو كذا هذا الكتاب فيه قرآن وفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الأدب هذا العمل وإنما يحمل الكتاب على يده على فخذه يحمله على حامل يعني يكون هناك فيه تعظيم واحترام لكتب العلم الشرعية وكذلك بالمناسبة منبه على المصحف بعض الناس يقرأ القرآن في رمضان أو في المساجد وبعدين يحط المصحف على الأرض أو يعني لا يهتم بهذا الأمر يعني يكون المصحف بالنسبة له مجرد القراءة ويتعامل مع المصحف كتعامل مع أوراق وجلد أو يتعامل مع الكتب الشرعية كما يتعامل مع أوراق وجلد هذا لا يجوز لأنه يخالف الأدب ولو سألت نفسك أو نظرت في أحوال الناس مع الأشياء التي يحترمونها ولها قدر عندهم تجدهم لا يفعلون بها هذا يعني الإنسان اللي عنده حاجة غالية لها قدر بيجعلها في علبة وتجد يحملها ويضعها بحساب ويتعامل معها بحساب فكل إنسان عنده شيء غالي تشعر تجد غلوته ويعني الاهتمام به يظهر على تصرفه معه فلابد للطالب أن يتعلم الأدب مع الكتب فالكتب الشرعية لا توضع على الأرض ولا تعامل بنوع من الإهانة فإن وضعها على الأرض فيه نوع من الإهانة فلابد أن تحمل أو توضع على حامل وأعظم من ذلك المصحف فلابد أن يرفع عن الأرض ويوضع على حامل ويعامل بتعظيم فإن في هذا إكرام في هذا إكرام يعني مثلا ممكن ترى إنسان معه رسالة الرسالة هذه رسالة يعني من شهادة جامعية مثلا أو شهادة بتفوق مثلا لا تتصور أبدا لما تجيله ممكن يقرأها كده ومحطتها جنبه على الأرض ممكن تجده بيبروزها ويعلقها لأن لها منزلة عنده فهذا التعامل الذي يشعر بالإكرام أولى به كتب العلم الشرعية وأولى 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 كتاب الله تبارك وتعالى وبالنسبة لطالب العلم الذي منى الله تبارك وتعالى عليه بزيادة الفهم والتقدم في التحصيل فعليه أن يشفق على إخوانه ولا يتباهى عليهم ولا يظهر تميزه عنهم بل عليه أن يحببهم ويرغبهم ويتابعهم ويذاكر معهم ويذاكر معهم ما استشكل عليهم فلا يتفاخر ولا يعجب بنفسه لأن هذا يثير الحسد والتعجب يعني قد يبتلى بزوال تلك النعمة لأنه لم يشكرها بسبب عين أو حسد فلا يعين الشيطان على إخوانه وإنما يكون كالخادم لهم أو الميسر لهم انظر إلى الطلبة في الكليات أو في المدارس تجد الطالب المتفوق مثلا إذا أحب بعض الطلبة وكانوا من أصدقائه فهو يذاكر معهم ويشرح لهم فهذا يحببهم في بعض فكذلك أولى بطلبة العلم الشرعي أن تكون العلاقة بينهم في التعاون والتيسير وإذا وجد أحد إخوانه يشتكي مثلا من عدم فهم مسأله فلا يقول هذا الأمر صعب وكذا وإنما يقول والله هو سهل لعلك مثلا مشغول أو كذا أو كذا ويتواضع وهو يبين هذه المسألة فهذا من الأدب وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب يعني يشتريها فإذا كان فقيرا فعليه أن يعمل أو يتحرى الأسباب الميسرة لذلك فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب التي يحتاج إليها ما أمكنه ذلك فإن لم يمكنه فيستعير وإن كان هذا الأمر يعني في غاية الصعوبة أو يذهب إلى المكتبات التي هي تعتبر وقف على طلبة العلم فيجعل وقته في تلك المكتبات لأن الاستعارة أيضا من المكتبات ممكن تكون صعبة وسبب صعوبة الاستعارة عدم المحافظة على الكتب أو عدم المحافظة على الوقت يعني يستعير الكتاب أسبوع ثم يبحث عنه صاحب الكتاب شهرا حتى يأتيه به وقد لا يأتيه وهذا من سوء التصرف وسوء المعاملة فعليه أن يحرص على شراء الكتاب وبمناسبة مثلا معرض الكتاب وشراء الكتب وكذا فإن جمع الكتب وصفها في المكتبة ليس معناه التعلم فليس كل من عنده مكتبة كبيرة عنده علم كبير ولذلك لا بد أن يكون هناك علاقة بين الكتب والقراءة فإذا اشتريت كتابا لا تضعه قبل أن تنظر فيه فالكتاب لا بد أن تأخذ عنه فكرة قبل أن تضعه في المكتبة تشتريت مجموعة كتب فعليك بقراءة مقدمة وقراءة فهرس الكتاب ثم النظر في الكتاب ومضمونه ومسائله فتأخذ تكون فكرة عن الكتاب أولا حتى يكون عندك علاقة بينك وبين الكتاب وتصور عن الكتاب ثم تجد تضع لهذا الكتاب في دولك موضعا وهذا الموضع لو كان مرتبا يعني كأن تقرأ منه ساعة في الأسبوع سيأتي وقت وقد انتهيت من كراءة الكتاب أما إذا اشتريت الكتاب لأن موضوعه مهم وأنت في حاجة إليه ثم وضعته في المكتبة فتجد السنة تمر والكتاب أمامك لأن المشاغل تشغلك عن النظر في هذا الكتاب لأنك لم تضع له موضعا فبادر يا طالب العلم بالكتب التي تصدر في المسائل الحديثة أو المواضع المهمة أو المسائل الدعوية أو كذا أو كذا حتى المجلات الدعوية فلا بد أن يكون أن تسترق وقتا بنظام حتى تستطيع أن تطلع على هذه الفوائد وتحصل هذا العلم وإذا رتبت يكون هناك بركة في الوقت أما إذا لم ترتب فهناك أوقات تضيع ولا تغتنمها في شيء فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب ويعتني بالاطلاع فيها ويشتغل بمذاكرتها وأما الإعارة فكأصل تستحب الإعارة لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يشتري الكتب فتستحب كأصل يعني الإعارة أنه عمل من أعمال الخير ولكن قد يكون هناك مانع من الإعارة بأن يكون طالب العلم لا يستغني عن الكتاب يعني المستعير للكتاب يعني لا يكتفي بأسبوع أو لا يكتفي بمرة وصاحب الكتاب لا يستغني عن الكتاب أنه يراجعه يعاوده ينظر فيه فلا يستغني عنه فقد تتعذر الإعارة مع استحبابها لهذه الأسباب فيبقى الحل البديل المكاتب التي هي وقفا على طلبة العلم المكتبات التي هي وقفا على طالب العلم وينبغي للمستعير أن يشكر المعير وأن يحافظ له على أمرين الكتاب والموعد فإذا فعل ذلك سهلت الإعارة وكذلك الدين يعني بعض الناس يكون عنده مال وهذا المال لا يحتاج لسنة يعني عنده مال سيحتاج بإذن الله في زواج ابنته سيحتاج بإذن الله في شراء مثلا كذا وهذا المال موعد الحاجة سنة ويأتي أحد الناس في حاجة إلى هذا المال ولا يستطيع أن يقرضه لماذا؟ لأنه قل الوفاء بالوعد إذا أقرضه وجاءت الحاجة وطلب المال يسوف ويسوف ولا يعتني بذلك فيتسبب في غلق باب من أبواب الخير فكذلك الكتب من استعار كتابا فحافظ عليه ورده في موعده لو استعاره مرة أخرى لوجد الباب مفتوحا ولو استعاره غيره لوجد الباب مفتوحا ونظرا لغلبة من لا يفي بالوعد ومن لا يحافظ على الكتاب فقد ضيق هذا الباب على الناس فعلينا أن نتعلم هذا الأدب من كان مستعيرا لكتاب وترجو فيه الخير والصلاح والوفاء فاغتنم هذه الفرصة فإن فيه زيادة نفع وثواب فإنه إذا حصل شيء فالدال على الخير كفاعلك وسيكون ذلك في ميزان حسناتك ولا تبدأ بسوء الظن وإنما تفرص في الناس فمن وجدت فيه خيرا فلا تمنعه أي كتاب عندك أن تعيره ومن الآداب نسخ الكتب بالنسبة للفقير فلينسخ الفوائد الموجودة في الكتاب وليكتب ما يريد أو يصور ما يحتاجه من الكتاب فهذا فيه يعني زيادة فائدة وفيه غنية عن إعادة استعارة الكتاب وكذلك المحافظة على الكتاب والمحافظة على الكتب فعلى طالب العلم أن يتأدب مع الكتب حتى في وضعها في المكتبة بنظام وعناية وأن لا يتسبب في تلفها ولا في تلف ورقها يقول راع الأدب في وضع الكتب حتى باعتبار شرفها ومواضعها فيكون عنده المكتبة منظمة وكل فن من الكتب التفسير الفقه الأصول العقيدة السيرة كذا كذا كل في مكان حتى يستطيع أن يرجع إلى الكتاب بسهولة ويضع كل علم يعني حسب ما يتيسر له وحسب ما يتيسر له استخدامه ولا يجعل الكتاب خزانة أو محفظة يعني يعين فيه رسالة أو يجعله مثل الحافظة يحفظ فيه مال أو يحفظ فيه أوراق أو يحفظ فيه كذا الكتاب لم يصنع ويطبع أو يوجد لمثل هذه الأغراض الكتاب هو للعلم والتعلم فلا تتعامل مع الكتاب إلا من هذا المنطلق إن من لعنده حاجة عايزي عنها ومعه كرت أو معه كذا يجعل كتابه يعني محفظة لهذه الأشياء هذا ليس من الأدب لأنه يتعامل مع الكتاب بدون علاقة وتجد مثلا يعني في بعض الطلبة بيحفظ على الكتاب محفظة يعني محدش يقدر يعني يبلغ مداها تجد الكتب نظيفة جديدة كما هي حتى يعني معلهاش تراب لأنه لم يفتح يعني بعض الطلبة ده بالنسبة بقى لطلبة المدارس وغيرهم من الشباب الذي ضعفت همته أو ماتت تجد مثلا يستلم كتب ويأتي بهذه الكتب فيحفظها حفظا جيدا ما بعد ذلك حفظ حتى نهاية العام الكتب جديدة كما استلمها هذا حفظ سيء لأنه حفظ الورق ولم يحفظ العلم إنه حبسها إنه سجنها حكم عليها بالسجن إن حفظ الكتب أن تقرأ فيها هذا هو معنى الحفظ لأنها أوعية العلم جاءت لتنظر الكتاب إذا فتحته ونظرت فيه وقرأت وتعلمت وراجعت وراجعت حتى لو صار لهذا أثر على أوراقه وعلى جلد أثر الاستعمال هذا فيه شرف لك وللكتاب أنه فيه نفع أنه يوظف واستعمل فيما جعل له أما أن تجد إنسان جعل مكتبة الشرعية من ضمن الدكور بتاع الشق أنا عندي ما شاء الله صحيح مسلم وعندي صحيح البخاري وعندي فتح الباري وعندي رياض الصالحين وعندي كتاب الفقه للشيخ فلان فهد كتاب كده زوره كده وشوف أي كتاب من اللي عنده وفتحه تجده بنفس الوضع الذي اشتراه عليه ما شاء الله كما كما طبع بالضبط طيب أنت جايبه ليه لأن هذا من ضمن من ضمن الوجاهة من ضمن أنه هو ملتحي وما شاء الله يعني ميصور الحال وعنده فلوس يا أيها الأخ الكريم لو أنك اشتريت هذه الكتب لطالب العلم المجتهد الذي يريد القراءة كان أنفع لك أما أن تشتريها وتحبسها وتجعلها مثل الديكور فهذا ليس من الأدب معها وليس من حفظها فإنها بالنسبة لك أعز ما في البيت فيها علم أنت في أشد الحاجة إليه فاجعل وإن كنت غير مهتم بالطلب اجعل عندك وقت تنظر في الكتاب تأتي اجعل فيه ترتيب كذا هذا كتاب عنوانه جميل أو هذا الكتاب للشيخ فلان الذي تحبه اجعل عندك وقت من الأوقات تطالع فيه هذه الكتب تأتي بكتاب ثم تنظر فيهرس الكتاب فتجد عنوان فتجد عنوان فتفتح الصفحة وتقرأ وعاود هذا الأمر تتمرن عليه أما أنك لا تفتح كتابا هذا أمر في غاية الصعوبة ويعني فوات لأعظم الفوائل تضيع لفائدة هذه الكتب وعلم أولادك القراءة ورغبهم فيها وكذلك لا تجعل الكتاب مخدة أو مروحة أو مضرب تضرب به حشرة ثاني يبقى معاه الكتاب كده والدنيا حر مثلا منفعش يمسك كتاب الشرع كتاب فيه كرآن وسنة ويجعله مثل مروحة أو تأتي حشرة ومعه كتاب فيضربها بالكتاب هذا غفلة وكذلك المكتب الذي تجلس عليه وفيه كتب وفيه أحاديث وقرآن والدرج مفتوح فلا تغلقه بقدمك بقدمك فعش مكتب كده درج الأسفل مفتوح وفيه كتب أو فيه أوراق فيها اسم الله وفيها أحاديث وبعدين أنت مشغول والدرج الأسفل ده أقرب إلى القدم لا تمد قدمك فتغلق به درج المكتب هذه غفلة شديدة هذا فيه يعني عدم تعظيم لشعائر الله فيه قسوة في القلب فيه يعني فيه نوم لأن الإنسان إذا عظم هذا العلم فسوف يكون عنده منبه فإن القلب إذا ألزمته تعظيم شيء انتبه حتى وإن لم يتعلم هذا الكلام الذي نذكره يعني لو ألزم قلبه تعظيم الشرع فإنه لا يمكن أن يضرب بكتاب شرعي ذبابة أو يروح به عن وجهه أو يجعله تحت مرفاقه أو تحت المخدة ينم عليه لأنه يشعر في قلب حياة يشعر أن هذا فيه إهانة فولا يطوي حاشية الورقة يعني هذا أمر يعني من كمال العناية يعني عايز يعلم المكان الذي هو قد انتهى إليه يأتي بورقة ثم يجعلها في الكتاب ويغلق الكتاب ولا يطوي حاشية الورقة حتى يجعل منظر الكتاب مشوها حتى لا يشوه منظر الكتاب ومن الآداب أيضا أنه إذا استعار كتابا ينبغي له أن يتفقده عند أخذه حتى إذا كان فيه شيء يطلع عليه أولا ويتفقده عند رده يعني مثلا لو واحد نسي حتى عشر جنيه ولا خمسين جنيه ولا حاجة وخالف الأدب اللي احنا بنقوله لا تجعل الكتاب محفظة فإنت لو تصفحت الكتاب ربما يكون اللي عنده الكتاب يعني لم ينتبه إلى هذه الأداب حطت رسالة حطت أي حاجة فإنت إذا تصفحت الكتاب وجدت شيئا من هذا أردته وكذلك وأنت ترد الكتاب تتفقده حتى تأمن أن لا يكن أحد غيرك قد وضع فيه شيئا وتحافظ على الكتاب محافظتك على أغلى شيء عندك فإنه معلم لك حافظ لأشرف العلوم وهي العلوم الشرعية وإذا أردت وتحصيل العلم فمن الآداب أن تكون على طهارة فذلك أحرى لبركة العلم والفهم فإن المؤمن الذي يحافظ على وضوئه أحب إلى الله تعالى فلا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن لأنه حريص يقض كثير الذكر يريد أن يكون على أكمل حال يحبه الله تبارك وتعالى وكذلك إذا نسخت شيئا فلتبدأ بسم الله وتحمد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا انتهيت عند موضع فلتجعل علامة ولا بأس من كتابة الفوائد على هوامش الكتاب لا بأس من ذلك فإنك إذا راجعت تجد الفوائد موجودة يعني هذا ليس فيه إهانة للكتاب بل فيه تثبيت للعلم أن ما تكتبه من جنس ما هو مكتوب من العلم فلا تتحرج من كتابة الفوائد لأن بعض الناس يعني عايز الكتاب يفضل نضيف كده طب وبعدين ما فيه فائدة قد تأتي يعني أنت في وقت مثلا هذا الوقت قد لا يأتي مرة أخرى قد تأتي فائدة فاغتنمها وسجلها في هامش الكتاب فهذا ليس فيه أي إهانة للكتاب بل هو من تعظيم العلم فالعلم والعلم بينهم أخوة فهذا من جنس العلم فلا حرج فيه مطلقا وكذلك وأنت تكتب لا تكتب مثلا صاد رمز لقول صلى الله عليه وسلم وإنما اكتب صلى الله عليه وسلم فإن هذه عبادة وإذا كنت تقرأ صلى الله عليه وسلم فاقرأها بنية الإنشاء يعني أنت الذي تصلي وليس بنية أنك تقرأ اقرأ بنية أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشيخ ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكما جاء في حديث دخول المسجد بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فالصلاة والسلام متلازمين على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا كتبت الله تكتب الله تعالى سبحانه وتعالى تبارك عز وجل هذه الكلمات من الثناء على الله تبارك وتعالى عبادة تؤجر عليها وكان السلف الصالح يفعلون ذلك حتى وإن كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة للكتابة بين الأسطر ككتابة معنى كلمة مرادف أو كلمة صحيح أو تعليق على كذا أو كذا لأنه ممكن وضع علامة ثم كتابة شيخ في الهامش نفس العلامة والتعليق على هذا الأمر فإذا دعت الحاجة فلتكن بخط مغاير ولون مغاير فمثلا الطباعة بالأسود تتكب أنت بالأحمر وكذا حتى لا تتداخل الكتابة هذا هو بالنسبة للأدب مع الكتب والأدب في النسخ وما زلنا مع هذه الأداب ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونسأل الله التوفيق والسداد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين مجيب السائلين حملت ذنبي وصرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك هكذا أخلاق المؤمنين أخلاق المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر